هل الانسحاب الأمريكي من هذه المنطقة من شمال شرق سوريا سيترك فراغا وإذا ترك هذا الفراغ من الذي سيملأه إذن من اللاعبين في سوريا طبعا غازا سيؤثر على وضع الأكراد في سوريا وخاصة الأكراد الذين يتعملون مع الأمريكان في سوريا وفي الوقت نفسه غازا لا يغير ميزان الكوة بالكامل لأن هناك الكثير من الكوة الأخرى التي تريد التدخل في غازا الموضوع وخاصة وأولا وقبل كل شيء التدخل التركي في سوريا وفي الكردستان بصفة عامة في إيران وفي الإراق هذه المشكلة ليست بسيطة كما يقال الخرب بالنظورة هينا أنا سألتك هل تركيا التي ستملأ الفراغ في شمال شرق سوريا؟ طبعا تركيا لا تحب التلاعب الأمريكي مع الأكراد وهذا الشيء الشيء الأول والشيء الثاني الوجود الأمريكي وتعاملهم مع الأكراد كان الشيء من الوجود الوجود في الكردستان بالنسبة لتركيا ومن هنا إزدواجيات الموقف التركي وإزدواجيات الوضع مع الأكراد وإزدواجيات الوضع في أمريكي إضافة إلى ذلك يجب ألا ننسى أن الرئيس دونالد ترامب هو رهين السراءات الداخلية الوضع السياسي الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى كتب مرة في تويتر له لو التقيت بالرئيس بوتين وقال البوتين إلي يا دونالد موسكو أعطي لك موسكو خد موسكو ولو رجعت بهذه النتيجة إلى واشنطن سينتقدونني لماذا ما أخذت سان بوترسبورغ إضافة إلى موسكو فهذا ترامب نفسه كتبا هذا أين روسيا هنا وهي عنصر وازن في الداخل السوري أو في الملعب السوري من هذا الانسحاب؟ هل هي مرشحة للدخول في هذه المنطقة التي ستنسحب منها الولايات المتحدة؟ روسيا مهتمة أولاً واقبل كوليشي بي تسوية السياسية في سوريا أشي أساني روسيا موقلاقة توقليكوغا غازيه ألخورب من خودوديغا أشي أساليس أنا سياسة لخارجية لتحاد روسي أكثر تواصلاً وأكثر استقراراً من النهج السياسي الخارجي للولايات المتحدة الأمريكية النهج الذي يتغيره مثلاً يكتب ترامب في تويتر له نريد أن نتعامل مع روسيا لأنها دولة قوية ودولة أعظمة ولذلك نريد أن نتعامل ونتعاون مع روسيا أكثر وبعد 15 دقيقة يكتب في تويتر أنه قد وقع دخول العقوبات الجديدة حيزة المفول بنيس بلي روسيا كيف نفهم غازة؟